أعلنت وزارة وزراعة واستسلح الأراضي الإفراج عن نحو 2.5 مليون طن من مستلزمات الأعلاف خلال الفترة الماضية بقيمة مليار و250 مليون دولار وخلال اجتماعين للوزير السيد القصير مع بعض منتج الدواجن لبحث الآليات الخاصة بالاستقرار في السوق أكد الوزير الحرص على استقرار صناعة الدواجن مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك لضبط الأسعار كما قامت بتفعيل الزراعة العقدية في المحاصيل الاستراتيجية وطلب القصير منتج الدواجن بالانضمام إلى المنظومة لحمايتهم من تقلبات الأسعار العالمية وأضاف أن هيئة السلع التموينية قامت باستيراد الدور الصفراء وسوف يتم توزيعها مباشرة على أصحاب المزارع الصغيرة ومصانع الأعلاف بالتنسيق مع وزارة التموين لمنع الوسطى وبالتالي تقليل تكلفة ترجمة نانسي قنقر